السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبعا اخواني زي موعدكم في الدور الماضي بانه ان شاء الله رح نبدأ معكم في سلسلة مميزة على قناتكم قناة التميز ولا رح نشرح فيها طريقة صنع الالعاب على الموبايل ويا شغل الاهم كمان اني بصراحة يعني شفت عدد المهتمين في صنع الالعاب على الموبايل يعني كان عدد كبير من خلال يعني الردود والتعليقات اللي كانت على الموضوع الماضي اللي طرحناه مسبقا وعلشان هيك رح نبدأ اليوم معكم في هذه السلسلة طبعا يعني اذا اتبعت الشرح والخطوات اللي رح نوضحها اليوم بامكانك تعمل العاب يعني كثير مميزة وتصل لمرحلة الاحترافية في صنع الالعاب عندك على موبايلك وأكيد رح نبدأ معكم اليوم في ابسط يعني لعبة ممكن نعملها والهدف طبعا انه نتعرف على طريقة صنع الالعاب يعني ما رح نبدأ فيه العاب احترافية رح نبدأ في هذه اللعبة اللي هي لعبة تخطي الحواجز عشان نتعلم طريقة صنع الالعاب بعد ما ننتهي طبعا من صنع هذه اللعبة رح ننتقل مباشرة لصنع العاب احترافية نضيف مثلا محوش داخل اللعبة ونضيف مثلا اسكور او عداد لنتائج اللعبة وشغلات تانية كثير رح نبدأ نشرحها خلال الايام اللي جاية طيب اخواني نبدأ معكم اليوم في طريقة صنع اول لعبة لنا طبعا معلش يعني معلومات بسيطة لازم برضو يعني الكل يعرفها قبل ما ندخل مباشرة في الشرح طبعا في البداية اول مرة رح تعمل لعبة باستخدام هذا الشرح رح تحس انه طريقة يعني صنع الالعاب يعني كثير يعني صعبة لانه مع عمرك يعني مرست مثل هذا الامر لكن يعني مع الممارسة او بعد ما تجرب معنا هذا الفيديو او هذا الشرح رح تشوف انه الموضوع يعني كثير بسيط وبعدها بامكانك تبدأ في صنع الالعاب تبعتك. وكمان شغلة ثانية كثير مهمة او تعتبر يعني المعلومة الاهم انه لازم يكون في عندك اه تصور للعبة اللي انت حاب يعني تصممها او اللعبة اللي انت حاب تعملها اه يعني تكون عارف شو الهدف من اللعبة شو هاي اللعبة مثلا فيها اه او فيها ادوات زي اللعبة اللي شفناها اول الفيديو اللي هي عبارة عن الكرة الصفرة اه وعملية القفص على اه الحواجز فهذا اهم شغل انك تكون عارف طبيعة اللعبة اللي انت حاب انك تصممها عشان تقدر تعمل لعبة احترافية. طيب اخوانين نبدأ معكم في صنع الالعاب على الموبايل. طبعا عشان نعمل العاب على الموبايل راح نحتاج لتطبيق يعني كثير مميز. آآ اسم هذا التطبيق آآ كرياتور. طبعا التطبيق موجود على متجر آآ جوجل بلاي. وانا بدوري كمان راح ديفلكم رابط هذا التطبيق داخل موقعنا. والرابط راح تلاقي يعني موجود معك في الوصف الخاص بالفيديو. طبعا هذه الايقونة الخاصة في التطبيق. بتدخله بتحمل التطبيق عندك على الموبايل. ومع راح اشرح الموضوع يعني بالتفصيل عشان الناس الجدد اللي حبين يتعلموا طريقة صنع هذه الالعاب. زي ما حكينا بعد ما تحمل التطبيق وتشغلوا راح تجيك هذه الشاشة الواجهة الرئيسية. فيها خيار البلاي وخيار الكريات لانشاء آآ لعبة جديدة. احنا راح نروح مباشرة على خيار الكريات. ومباشرة راح تجينا هذه الشاشة زي ما انتم شايفين لانه التطبيق مجاني. فبسمح لنا هون انه نستخدم يعني على الاكثر عشر قطع داخل اللعبة اللي انت ممكن تستخدمها. زي كمان بسمح لك تعمل لعبة من ليفل واحد او مستوى واحد. وما بيمكنه البرنامج او التطبيق يخليك تعمل شير او تحتفظ في هذه اللعبة لانه النسخة مجانية. طبعا بيمكنك تحصل نسخة مدفوعة باي طريقة انت بالدكية. طيب راح نضغط على اي مكان في الشاشة راح تيجينا هذه الشاشة الثانية. طبعا فيها خيارين خيار في حال انه كنا حابين نعمل لعبة جديدة. وفي عندها خيار في حال انه كنت عامل لعبة وحاب انك تعدل عليها. احنا راح نختار عندنا هون الخيار الاول عشان نعمل لعبة جديدة. ورح تطلعنا هذي الشاشة زي ما تشايفين هون احنا بنحدد نمط اللعبة اللي احنا حابين نصممها. طبعا هون احنا راح نختار الخيار الاول اللي هو البلات فورمر اللي هو نمط الالعاب الخاصة في تخطي الحواجز. راح نضغط على خيار البلات فورمر. طبعا بطلب منك تكتب اسم لهذه اللعبة اللي انت حاب تعملها. بتكتب اي اسم بدك اياه. انا هون افتراضيا راح اكتب مثلا مراد وبعدين اكتب كلمة التميز لا اسم اللعبة اللي احنا حابين نعملها. طبعا انت بتسمي اللعبة اللعبة اسف باي اسم انت بدك اياه. طبعا بعد هيك راح نضغط على خيار الاوكي ونضغط هون كمان على خيار الاوكي. راح تجينا هذي الشاشة فيها اه مجموعة من الخيارات وهون انت بدك تركز معي لانه راح نبلش في اه صنع هذه اللعبة. طبعا اول شي بدنا نصمم القطع او الادوات اللي احنا حابين نستخدمها داخل اللعبة اللي هو شكل دائرة والامور اللي مثل هاي اللي شفناها في اول الفيديو. راح اروح على الخيار الاول خيار راح يعطينا هذه الشاشة طبعا فيها اول خيار احنا منتركه اللي هو المربع الاسود. راح نروح مباشرة نضغط على خيار الموجود عندنا فوق. اه طبعا راح يعطيك ثلاث انماط او اربع انماط للمربعات خيار التني اللي هو المربع الصغير او عندك خيار الخيار الثاني زي ما تشايفين اللي هو المربع الصغير او تختار خيار النورمال او خيار اللارج اللي هو المربع لكبير الخيار الاخير. طبعا احنا راح نروح نختار الخيار الثالث اللي هو خيار النورمال. بعدين نضغط على اوكي وهو نحنا راح نصمم الارضي اللي راح نمشي عليها الكرة الصفرة زي ما شفنا اول الفيديو. راح نختار الخيار او اللون الوردي اللي موجود عنا بعدين نطلع فوق نختار خيار مل اللون ونضغط على المربع الكبير بصير عنا المربع كلها هيتو باللون الوردي بعدين بنضغط على خيار الباك اللي موجود عنا فوق زي من شايفيين صممنا اول قطعة لللعبة تبعتنا راح نصمم القطعة الثانية بنرجع كمان مرة منضغط على خيار create new اللي موجود عنا فوق بعدين منختار المربع الاسور النورمال وبعدين اوكي طبعا رح نرجع كمان مرة على نفس الشاشة طبعا رح نرسم اللي هي الدائرة الصفرة اللي رح نستخدمها في عملية القفز داخل اللعبة بنحدد اللون الاصفر ونطلع فوق بنختار خيار الدائرة علشان نرسم شكل الدائرة على المربع بعد هيك بترسم الدائرة بتضغط على الشاشة وبتسحب اصبعك بترسم شكل دائري زي ما تشايف قدامك بعد هيك بنضغط كمان مرة على خيار الباك اللي موجود عندنا اعلى اليمين هيك بنكون رسمنا اول قطعتين لللعبة ونروح نضغط كمان مرة على كريات نيو ونختار كمان خيار النورمل وبعدين خيار الاوكي رح نرسم اللي هو علم النهاية الخاص في نهاية اللعبة رح نختار هون اللون الابيض وبعدين رح نرسم العلم على الشاشة طبعا ترسم اي علم انتي حاب تستخدمه احنا رح نرسم هذا العلم بعدين تختار من فوق خيار ملء اللون وبتضغط على المساحة الفاضية في العلم بصير كامل باللون الابيض رح نضغط على باك طبعا هيك بنكون رسمنا اهم ثلاث قطع رح نستخدمهم داخل اللعبة طيب نرجع للشاشة الرئيسية نضغط على خيار الباك طيب الان احنا رح نحدد وظيفة كل قطعة من القطع اللي احنا صممناها لللعبة يعني كل قطعة اللي عملناها ووظيفتها فعليا شو رح تكون داخل اللعبة رح نروح مباشرة على الخيار الثاني خيار الابجيكت طبعا في عندك خيارات الابي سي ما بدنا يهم نضغط مباشرة على خيار كريات انيو اللي موجود عندنا فوق رح يعطينا هذه الشاشة طبعا هون احنا رح ننزل وندور على خيار البلوك هذا الخيار طبعا خيار البلوك يعني انه هذه القطعة عبارة عن قطعة اساسية وما بتتحرك داخل اللعبة بعدها بنضغط على اوكي رح تيجينا هذه الشاشة طبعا منروح مندور على خيار المين سيبرايت طبعا بلاقي الخيار الخامس هذا الخيار بعدها بتضغط على المربع اللي موجود على اليمين رح يعطيك كل القطع اللي انت صممتها رح نختار اللي هو المربع الوردي اللي هو اول مربع طبعا هيك حنا بنكون حددنا اول قطعة ما بتتحرك داخل اللعبة نضغط على خيار الاوكي بعدها بنضغط كمان مرة على خيار create new علشان نحدد القطعة الثانية ومنها الشاشة بنختار خيار البلاير علشان نحدد الكرة الصفرة كجزء متحرك او اللي احنا رح نلعب فيه داخل اللعبة بعدما نضغط على بلاير بنضغط على خيار الاوكي رح تيجينا هذه الشاشة كمان مرة منروح فيها على خيار السبرايت علشان نحدد الكرة الصفرة من خلال الخيارات اللي موجودة بتضغط على خيار السبرايت ومن عند خيار المين بتروح على المربع اللي موجودة على اليمين بتضغط عليه رح يعطيك كل القطع اللي انت اخترتها او اللي انت صممتها داخل اللعبة بتختار منها الكرة الصفرة اللي احنا صممناها زي ما تشافك احنا بنكون حددنا كمان الجزء الثاني او القطعة الثانية اللي رح نستخدمها في اللعب داخل اللعبة كمان مرة بنعمل باك ومنرجع بنضغط كمان مرة على create new هون طبعا رح ننزل وندور على خيار الفينيش اللي هو اللي موجود عليها اشارة العلم finish level هذا الخيار مجرد ما تضغط على الفينيش level بتضغط كمان على الاوكي كمان رح يعطيك مجموعة من الخيارات بنختار منها خيار المين سبرايت نفس الخطوات يعني اللي عملناها من شوي بتضغط فيها على المربع اللي موجود على اليمين وبنحدد هون اللي هو العلم اللي احنا رسمناه وهيك احنا اخواني بنكون حددنا كل اجزاء اللعبة تبعتنا طبعا معلش يعني كان الفيديو طويل لانه زي ما حكيت لكم حبيت اشرح يعني الموضوع بالتفصيل عشان الناس الجدد وبطال علينا الخطوة الاخيرة واللي هي طريقة تحريك هذه العناصر داخل اللعبة طبعا زي ما حكينا اول الفيديو انه اللي اول مرة رح تشوف الموضوع يعني صعب شوي لكن لما تجربوا رح يصير معاك الموضوع يعني كتير بسيط وكتير سهل وينتظرونا ان شاء الله في الجزء الثاني لطريقة صنع الالعاب على الموبايل في امان الله